تاني قاعدة تاني قاعدة ممكن نفهمها من مثلا من كلام ابن عطاء الله السكندري كان يقول إنما يعينهم على حمل البلاية وردات العطاية دايما أي معنى إنما أعانهم أو يعينهم على حمل البلاية وردات العطاية وإنما صبرهم على القضى علمهم بأن الصبر يورس الرضا اشرح لي بقى معنى الكلام ده ببساطة إنما يعينهم على حمل البلاية يعني أنا دلوقتي شخص ابتليت ببلاء أو الأبعد ابتلي ببلاء معين قدرته على تجاوز هذا البلاء إنه يرى ما ورد له من الله سبحانه وتعالى ليه لأن المؤمن بينطلق من قعدة أن ما يجري في الكون لا يكونه إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر إذا كنت أنا منطلق من نموذج معرفة بيقول لي إنه أي شيء يسري في هذا الكون يسري بقدر الله فده بيعطيني شعور إن هذا البلاء الذي أتى علي هو من الله فبالتالي هو وارد من الله ده يجعلني أشعر بالسكينة ساعات لما بيبقى فيه ابتلاء قوي كبير العقل البشري ما بيقدرش يصدق إن ده البتلاء ده جاي من عند ربنا ربنا بيجي كل حاجة حلوة صحيح فأصدقها إزاي صحيح وربنا سبحانه وتعالى عشان أرضى وصحيح كل شيء بيأتي بين الله سبحانه وتعالى لأنه خلق الخلق يعني خلقني قبل أن أوجد وخلق الكون الإنسان في الحياة بيبقى مصير ابتداء مخير انتهاء بمعنى إيه؟ بمعنى بمعنى إن أنا ما اخترتش إن أكون موجود أو غير موجود ما اخترتش إن أبقى ذكر مش أونسا مثلا فيه أشياء في الحياة الإنسان مصير فيها وفيه أشياء في الحياة الإنسان مخير فيها فبالتالي أنت لما تسعى في الحياة مش شرط أن يتحقق لك ما هو مراد لك أنت لأن انتظام الكون يكون بعلم الله القديم لأن نحن متصورين أن الله كلي القدرة كلي الإرادة كلي العلم فهو بعلمه المحيط علم أن الشخص ده ما يبقاش موجود دلوقتي أنه هو يموت في اللحظة دي وفلان يولد في اللحظة دي علمه القديم أتاح وإلا فهو استحقق معنى الألوهية بهذا الباب وهذا المعنى أقول لحضرتك على حاجة المثال بسيط جدا بالنسبة للطبيب الطبيب مثلا بيكتب الدواء معين للطفل الطفل بيبقى شاعر بأن الدواء ده مر ولا يستطيع أن هو يتزوقه لكن طبيب لعلمه بأن الدواء ده هو المناسب لحالة هذا الطفل فبالتالي أنت كأم بتصري على الطفل لأنه يشرب هذا الدواء طبعاً زي ما حدثتك قلت وتفضلت أنه هو في حاجات بتبقى صعبة على البني آدم على البشر لكن مضطر يكمل صحيح يعني زي الدواء بالزبط يعني بيأخذ الدواء وبيبقى جسمه كله بيتعذب بس هو مضطر يأخذ الدواء يعني ده سعي بقى البشر يعني أنا بسعى أن أنا بعمل اللي علي والباقي طبعاً على ربنا سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة